السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة عقوب تيك نتمنى تكونوا كامل بخير رجعنا لكم في فيديو جديد اللي هو الحلقة الثالثة من سلسلة الشراء من الانترنت في الجزائر بحيت في الحلقة الأولى والثانية حكينا على كيفاش تشري منتج كيفاش يعني تخلص بالأورو كيفاش تحول الأورو كيفاش تختار طريقة شحن مناسبة يعني قدمت بزاف بزاف معلومات اللي راح تفيدكم بزاف اللي ما شفش الحلقة الأولى والثانية راح نخليها لكم الفوق خاطرة هي تظهر الفوق شوفوها وتابعوا معنا الحلقات راهي جاية معلومات كثيرة وراح تفيدكم بزاف بإذن الله أما في هاد الحلقة خاطرة راح نحكو على كيفية تتبع الطرود داخل وخارج الجزائر يعني متلا راح نعطيكم مثال باش تفهموني متلا تشري منتج من موقع علي إكس براس ويبعتولك البائع ويعطيك رقم التتبع كي الناس بزاف ما يعرفوش واش يديرو بهذا بهذا رقم التتبع راح نوري لكم كيفاش تتبعوا السلعة تاعكم يعني تشوفوا وقتاش دخلت للتزاير أس في وسط الولايات تاعك كده كده يعني راح تفهموا كلش بإذن الله قبل ما بدأوا خوتي ما تنسوش تدعمونا أسفل هاد الفيديو بليجام باسكو الجي جام هي اللي تحفزني بيعني باش نواصل في نشر الفيديو هات وتحفزني باش نقدم الأفضل بإذن الله مك خسر والوهو بتدير نجام باش نحاول نوصلوا هاد الفيديو الألف جام على بال ينقدروا لها خوتي ماك راح تخسر والوك يدير نجام في هذا الفيديو بالعكس راح تحفزني وراح تساهم في تطور القناة بإذن الله ما نطورش عليكم فلنبدأ على بركة الله كل عادة خوتي ندخلوا لتطبيق ألي إكس براس نروحوا للحساب التاعنا هذا هو حساب الرسمي في ألي إكس براس بو عندي ربع منتاجات ما زال ما شحنهم ش البائع وخمس منتاجات تم شحنهم يعني قبل ما شحنه البائع تلقاه اللي هنا وبعد ما يشحنه يعطيك رقم التاتبع تلقاه اللي هنا ندخلوا للمونتاجات التي يجد بما شحنوها باش نجيبوا رقم التاتبع بتاعنا نهبطول تحت خوتي المنتج اللي وصلني هاد المنتج خوتي وصلني هاد لا فيشر تعطي ليفون آيفون راه وصلني نضغطوا على سويفي كما راكم تشوفو وبعد هاخوتي نلقوا لهنا رقم التاتبع كما راكم تشوفو هذا هو رقم التتبع تم شحن شحن المنتج التاعب البريد السنغافوري وكي تفرقوا بين البريد المليح واللي ماشي مليح شوفوا الفيديو اللي فات للحلقة الثانية راكم تفهموا كلوش بإذن الله نضغطوا اللي هنا باش نكوبيو رقم التتبع يعني نسخوا رقم التتبع ونروحوا للأبليكاسي وطراك ديزاد اللي راح تلقوها في البلاي ستور خوتي كما راكم تشوفوا تدخلوا البلاي ستور تكتبوا طراك ديزاد كما راكم تشوفوا خوتي ونطلقوا هاد الأبليكاسيو انستالي تطلقوا هاد الأبليكاسيو ونرجع لكم بعد ما حملنا التطبيق ندخلوا ليه نضغطوا افرير نستنى وشوفوا يا خوتي كما راكم تشوفوا هدي هي واجهة التطبيق اللي هنا نحطوا راكم التتبع اللي كنا جبناه من آلي اكس براس كما راكم تشوفوا هدا هو خوتي نديروا نسخ اللي هنا اللي هنا نديروا نسخ ونحطوه في التطبيق باش نشوفوا التتبع ونراه وصل لمنتج تاعنا دوك تخرج امامنا خوتي كلش بخصوص التتبع باللي را تخلت تزاير راهم بعتوهم نصين كده كده دوك تشوفوا كلش امامكم باذن الله انتظروا شوية بركة راكم عارفين كونيكسيو ساعد تزاير كيفاش راي خرجت امامنا راح يكون لي راك استلمت هاد المنتج وطبعا بالفعل استلمته يوم ربعة اكتوبر يوم ربعة اكتوبر استلمته وصلني في حوالي 23 يوم ولا المهم راح نشوفو من الاول هنا خوتي راح يكون لي راق في السين يعني هاد هوما المطارات تاع السين وكده داع الخارج المهم نشوفو حنا وين اندخل لتزاير اله ندرى تزاير كيم ما راكم تشوفوا راح ادخل للتزاير الهنا راح يكون لي راح في الجيري قري يعني يراق في ALJERE كولي بو vur 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 كم ا از من عارفочно في الكوري في الجزائر العصيمة وهنا سأصل كونستانتين كولي بوستو يعني سأصل في كاسنطينا في الجماري كتاع كاسنطينا لأننا جيجل خوتي تابعين كاسنطينا كده كده هنا سأدخل جيجل كما راكم تشوفوا واللي هنا سأصل للبلدية التاعي الكنار يعني كيتلقى هوصل لهنا وروح للبوستة كيتلقى البلدية التاعي روح للبوستة شوف باش تتأكد باللي سأصل المنتج التاعي وهذا مكان تستلمه في البوستة وبطريقة بسيطة جدا كما أنا نخلص 130 دينار الجزائري يعني 13.000 خوتي ما تخلعون اولو ما هيش 130.000 ولا راه 13.000 فقط واللي يكون في علمكم كين صفحة في فيسبوك يعني فوربل بزاف تاع خدمة تتبع الطرود راهم يحطوا كلش باللي راه يدخل الطرود مثل انتاع اكتوبر انتاع نوفمبر يعني يحطوا لكم كلش فيها خوتي كما راكم نشوفوا ماهوش اعلان اعلان يعني للصفحة ولا خلصوني باش ديرت لهم اعلان والله يا خوتي ماهو اعلان ماولو صفحة عيش بسني حبيت نوريها لكم باش تعاونوا نفسكم بيها وتعرفوا الطرود بتاعكم وراهي هذا مكان اسمها خدمة تتبع الطرود تراك دي زاد يعني تاعهم التطبيق اللي كنت نشرح فيه تاعهم خوتي كما راكم تشوفوا كما الهنا مثلا كلك السلام عليكم تم تسجيل دخول الطرود للبارد السنغافوري اليوم لتواريخ التالية 22 سبتمبر يعني اللي شروا في سبتمبر هم دخلوا دخلوا في 22 سبتمبر المهم راح يعطو لكم كلش باذن الله مثلا طرود خمس طرود دخلوا يوم 19 19 و 161 طرد يوم 22 يعني كلش راح تلقاوها امامكم خوتي وراح تفيدكم بزاف هاد الصفحة وهذا مكان خوتي وصلا نهاية الفيديو خوتي نتمنى تكونوا تستفتون هاد الفيديو واللي عنده اي استفسار ولا سؤال حطوا في تعليق وراح نصلا فيكم ونجاوبكم كامل باذن الله بقالي غير نقول لكم تلقاوه في فيديو الجاي سلام اشتركوا في القناة